أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة المؤمنون مكية بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغي معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما بلكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين ييثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ملقة فخلقنا الملقة عظاما فكاسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء قدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخج من طور سيناء تنبت بالدهن يا صبغ للآقلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب نصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن أسنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلب فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بالإقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن من بعوثين إن هو إلا رجل الافترى على الله كذبا وما نحن بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحوا من نادمين فأقضتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا ودعلناهم أحاديث ببعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ملئين فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشران مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم أمه آية وآويناهما إلى ربط ذات قرار ومعين يا أيها الرسل قلوب من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة أن ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من قشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشرقون والذين يؤتون ما آتهم وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به ثامرا ثامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكر ربهم معرضون أم تسألهم خرجا فقراج ربك خير وهو خير الرزقين وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجو في تغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب مستكانوا لربهم ويتضعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصر ولفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض ويلي تحشرون وهو الذي يحيي وميت وله اختلاف الليل والنهاية فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لم بعثون لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساطر الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السمع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلقوا لعلى بعضهم على بعض سبحانه سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي أعثن السيئة نحن علم ما تصفون أقول ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركتك لا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومهد ولا يتساءلون فمن خفت موازينهم فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينهم فأولئك الذين قسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي ذو تلع عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا أغلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن نعدنا فإنا ظالمون قال اخصوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أتنا فاقفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سفريا حتى أنسوكم ذكر وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم مصدروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عزة السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم من الله قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفعسبتم أن ما خلقناكم وعثوا أنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم